أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تحرك لي نسانك لتعجن به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه يا عم الشيخ شريف يا فضيلة الإمام اقرأ لنا يلا بسم الله الرحمن الرحيم يريدوا الله ليبئين عليكم في سورة النسى ويهديكم سنى الذين من قبلكم ويتوب عليكم هتلاقي الآية 24-23 في الحدود دي يعني أنا مش متسكرة كويس يعني سورة النسى الآية 24 كده يمكن مع لشي أنا مش حابس بالرقم أنا هجرب على قولك حالة بقى من آيات مش حابس بقى من آيات ويهديكم سنان الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم ورد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما لا أعود أن تقول عظيمة لا عظيمة ما تقول عظيمة غلط عظيمة ما تمدها الشعب آمين يا رب ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلط الإنسان بعيبا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون فجارة عن تراب منكم ولا تقتلوا أموالكم لا بالراحة 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 يا شريف ولا تقتلوا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم عحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما إرسل الله لا ما ينفعش ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصريه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتربوا كبائر ما تمهون عنه نكبر عنكم سيئاتكم وندخلكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما تفضل الله به بعضكم على بعض إن رجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضل إن الله كان بكل شيء عليما حسبك حسبك نبّع عبادي صوت الحج الحج والحج لا الحج لنبّع عبادي أني أنا الغفور الرحيم بس بالرحة يا شريف الاراية الخطفة دي مش حلوة نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم كده عاوسها كده امين يا رب نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم تمام كده تمام حلو اوي جميل وان عذابي هو العذاب الاراية ونبئهم عن ضيء ابراهيم اندخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجدون قالوا لا توتن انا نبشرك بغلام عليم قال ابشرتوني على ان مستني الكبر فبما تبشرون لا اقول فبما تبشرون فبما تبشرون قال ابشرتوني على ان مستني الكبر فبما تبشرون قالوا قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من الغامنين قال ومن يقنق من رحمة ربه ان الضال والدون قال فما خطبكم ايها المحسنون قالوا قالوا انا اوصلنا الى قوم مجرمين ان لا نلوط ان لمنجوهم اجمعين ان امرأته قدرنا ان امرأته قدرنا ان ها لمن الغابرين فلما جاء آل فلما جاء آل لوط المرسلون قال ان كم قوم من كرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمتعون واتيناك واتيناك يا والدي واتيناك بالحق وإنا لصادقون فاسري باهلك بقطع 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 ايوة بقطع ايوة بقطع ايوة 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 فاسري باهلك بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يهتفت ولا يهتفت ايوة منكم احد ومضوح ايوة حسبك 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 الا الضالون دي حكمها يا عشرين لما قلت الا الضالون الضالون حكمها ايوة اسمه مد لازم مش اسمه كلمي مسكن لا اش عارف ايه انتو بتشقلبوها هي الشيخ صفت اللي علمكم الشقلبة دي ولا ايه اسم مد لازم كلمي موساق ايه الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم شروت فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم وإذ زاغت الابصار وبدغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الضنون طيب الضنون الضنون الالف دي ثبته ولا محذوفه واصلا تبت وكفا وتغذف وصلا يعني تقول ايبا وتظن وتظنون بالله الضنون هناك بثنية العموم ايه 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 اللي يعرفك على ذيك على الحكم ده يتنعني بن ترو ده السفر المستطيل خضرنا على نطق الحرف وقفا وحسبه اصلا احسنت الله يفتع ليك وهو في الوقف في حلاء اللي هيوقفوه في الوقف يا الله وحقوا الصحابة ونقصوا الوسط الظنونة والرسولة فيه متحفظ زيادة الشطبية ولا انت متحفظ القرآن اصلا الله يستحان طيب طيب سؤال اخير هاسأله لك عاود اسمع منك اوه صورة الجاهثية اعزن سهلة دي والله بقى اللي تشوفه ربنا يجعلك ان شاء الله يجعل دماغك مصحف ان شاء الله وتحفظه يا الله يا عمد دعتلك دعوة حلوة اوه اللهم امين يا رب بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ان في السماوات والارض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يحب من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء وما انزل الله من السماء لا يا شريف وما انزل الله من السماء يعني انت كده نفيت عن ان ربنا ما انزلش شيء من السماء ابدا وما انزل الله معنى ولكن انا عاوز اقول فاحيا اقف خلي الوصلة بتعتك فاحيا حاول تجيب فاحيا وتقف على فاحيا وتبدأ بيها يا الله يا عمد واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق فاحيا فاحيا واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق فاحيا فاحيا بي الارض بعد موتها وتصري في الرياح ايات لقوم يعقلون تلك ايات الله نسوها عليك فبالحق فبأي حديث بعد فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أباك أثيم يسمع آيات الله تتنى عليه ثم يصره مستكدرا كأن لم يسمعها فبشروا فبشر فبشر فبشروا بعذاب أليم واذا عائم من آياتنا شيئا اتخذها غزوا أولئك لهم عذاب مؤمنين سؤال يا شريف عندك حميم وعندك دب في اللي انت قريته ده ايه حكم حميم وايه حكم دب الحروب المقاطعة بالاول ستة حركات يا ولدي يا شريف انا بقولك ما اسمو هذا المد حميم بتقول لي مد لازم حرفي اقولك حرفي ايه حرفي مخفف او مثقن الميم الميم مد لازم حرفي مخفف مش مسقن اه والحاق مد طبيعي مش كده يمد حركتين فقط حاميم دابة مد لازم اه يعني مد لازم ايه ايوه كده اتكلم مش مساعد ضلينا تقول لي زي فلان وانا اعرفه انا ما اعرفوش اصلا مش كده ولا ايه ما تقولش حاجة زي حاجة تقول مد لازم كلمة مثقن يعني انا اقولك بلد ضلي تقول لي مد لازم زي دابة الدابة دي ما اي دابة يا شريف اللهم امين ربنا يفتع عليك يا شريف شكرا حبيب امين يا رب شكرا السلام عليكم شكرا